بسم الله الرحمن الرحيم إسلام زيد بن سعنة الحبر الإسرائيلي رضي الله عنه أخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إن الله عز وجل لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد بن سعنة ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه أو لم أخبرهما منه من خبر الشيء أي علمه فمعناه لم أعلمهما منه ولم أرهما فيه بعد فقال يسبق حلمه جهله ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما قال زيد بن سعنة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرات وهي بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت بجانب المسجد النبوي ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل على راحلته كالبدوي فقال يا رسول الله لي نفر في قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا أي واسعا وقد أصابتهم سنة أي جدب وشدة وقحت من الغيف فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت فنظر إلى رجل إلى جانبه قراه علي فقال يا رسول الله ما بقي منه شيء قال زيد بن سعنة فدنوت إليه فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان إلى أجل معلوم إلى أجل كذا وكذا قال صلى الله عليه وسلم لا تسمي حائط بني فلان أي لا تعين بستان أحد باسمه قلت نعم فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا فأعطى الرجل وقال اعدل عليهم وأغفهم قال زيد بن سعنة فلما كان قبل ما حل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في نفر من أصحابه فلما صلى على الجنازة ودنى إلى الجدار ليجلس إليه أتيته فأخذته بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ قلت له يا محمد ألا تقضيني حقي فوالله ما علمتم بني عبد المطلب إلا مطلع أي أجل موعد الوفاء بالحق مرة بعد الأخرى ولقد كان لي بمخالطتكم علم ونظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني ببصره فقال يا عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أراه فوالذي نفسي بيده لولا ما أحاذر فوته أي من بقاء الصلح بين المسلمين وبين قومه لدربت بسيفي رأسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي في سكون وتؤدة أي برزانة وتأنن فقال يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه اذهب به يا عمر فأعطه حقه وزده عشرين صاعم من تمر مكان ما روعته قال زيد فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادني عشرين صاعم من تمر فقلت ما هذه الزيادة يا عمر فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما روعتك قال وتعرفني يا عمر قال لا قلت أنا زيد بن سعنة قال الحبر أي العالم قلت الحبر قال عمر فما دعاك إلى أن فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وقلت له ما قلت قلت يا عمر لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما وقد اختبرتهما فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وأشهدك أن شطر مالي إني أكثرها مالا صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال عمر أو على بعضهم فإنك لا تسعهم قلت أو على بعضهم فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وآمن به وصدقه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرة ثم توفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر رحمه الله زيدا